الفصل الثاني معوقات الاتصال معوقات الاتصال واثر هذه المعوقات على عملية الاتصال التي تحدث داخل المنظمة معوقات الاتصال هي جميع المؤثرات التي تمنع عملية الاتصال قد تمنعها بشكل كامل او قد تعطلها او قد تؤخر عملية ارسالها او استلامها مدام هناك فيه ارسال واستلام إذن هي عملية تتعلق إما بالمرسل أو المستقبل وأحيانا أيضا بقناة الاتصال أحيانا يكون هناك تشويه أو تشويش تشويه في المعاني أو تأثير في كمية المعلومات التي أرسلت هنا تكون سببها عادة قناة الاتصال أو وسيلة الاتصال بعبارة أخرى نقول أن معوقات الاتصال هي تلك العوائق التي يقلل من فاعلية الاتصال لذلك لزيادة فاعلية الاتصال يجب تقليل وتحجيم هذه المعوقات طبعا المعوقات تحدث أثر عكسي تحدث أثر عكسي تعطي العملية الاتصال وتمنع من تحقيق الهدف من عملية الاتصال فملاحظين أن معوقات الاتصال ترتبط بالفاعلية كيف ترتبط بالفاعلية؟ المعوقات تحد من هذه الفاعلية تقلل من الهدف تحجم هذا الهدف طبعا كل عملية الاتصال تهدف إلى تحقيق غرض معين المعوقات مختلفة يمكن هناك تقسيمات مختلفة كما ذكرنا قبل قليل معوقات تتعلق بالمرسل معوقات تتعلق بالمستقبل أو بقناة الاتصال هناك معوقات تنظيمية أيضا يمكن تقسيمها بالشكل التالي معوقات تنظيمية ترجع أساس إلى عدم وجود هيكل تنظيمي يحدد بوضوح مراكز الاتصال وخطوط السلطة الرسمية خطوط السلطة والمسؤولية في المنشأة قنوات الاتصال المستخدمة هل هو اتصال مباشر غير مباشر رسمي غير رسمي هذه معوقات تتعلق بالتنظيم التقسيمات الداخلية داخل المنظمة اللي هي الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية هذا بداية يمكن أن نقول ما هي المعوقات وما هي فاعلية الاتصال لنتعمق في موضوع معوقات الاتصال نناقش أهم هذه المعوقات أهم هذه المعوقات والتي تظهر فيما يلوي أهم المعوقات التي تواجه عملية الاتصال ملاحظين معنا أنه أولها اللغة المستخدمة اللغة المستخدمة كيف تكون اللغة المستخدمة معوق طبعا طبيعة اللغة المستخدمة ما بين المرسل والمستقبل يجب أن يكون قابلة للفهم أرسل معلومات من مرسل إلى مستقبل لا يفهمها هذا المستقبل أرسلها المرسل بلغة أخرى غير مفهومة إذن لم نحقق الغرض من عملية الاتصال أو يسبب ذلك فشل عملية الاتصال فلابد أن تكون اللغة المستخدمة والتي هي أساس التفاهم والتعبير في عملية الاتصال أن تكون واضحة أن نستخدم كلمات واضحة لها معاني تحقق هدف معين تكون مختصرة مختصر مفيد تكون سهلة الصياغة غير معقدة يفهمها الطرف الآخر وإذا الطرف الآخر لا يفهم اللغة الإنجليزية وأرسلنا إليه رسالة باللغة الإنجليزية هنا مشكلة هو لم يفهمها إلا إذا كمنا بتفسيرها إلى لغة يفهمها هذا المرسل فاللغة المستخدمة ضرورية جدا أيضا ضرورية في استخدام كلمات معبرة يجب أن نستخدم كلمات معبرة كلمات واضحة غير معقدة لأن هناك فارق وظيفي واختلاف بين مستويات الناس بين طريقة الفهم والاستيعاب في بعض الناس تستوعب من النظرة الأولى أو من الوهلة الأولى من مجرد ما مسك الأنوان أو البريد يفهم ما المقصود ما هو المغزى ما هو الهدف من عملية الاتصال التي حدثت هذا ما يتعلق باللغة المستخدم من المعاوكات الأخرى الأساسية والرئيسية لكبر حجم المنظمة وتعدد المستويات الإدارية طبعا كبر حجم المنظمة يعني هناك الحجم الكبير لبعض المنظمات وتعدد المستويات الإدارية طبعا كبر الحجم يقابل صغر الحج فالمنظمات الكبيرة تكون عملية الاتصال فيها متعددة وذات أشكال مختلفة لتعدد الفروع وانتشارها وتعدد المستويات الإدارية ذلك يؤثر في عملية الاتصال طبعا تعدد المستويات الإدارية ليس بمعنى تعدد المستويات هي مستوية الإدارية معلومة إدارة عليا وسطى وتنفيذية لكن عملية الاتصال التي تحدث في المنظمات الكبيرة لا تكون مثل الاتصال الذي يحدث في المنظمات الصغيرة المنظمات الصغيرة تكون عملية الاتصال بها سلسة سهلة بسيطة لا يوجد تنوع لعمليات الاتصال فعكس المنظمات الكبيرة التي يوجد هناك مسافات بعيدة بين المراكز والفروع وبين المركز الرئيسي لاتخاذ القرارات طبعا مركز التنفيذ طبعا هذا يؤثر سلبا في عملية نقل المعلومات غالبا ما تتعرض هذه المعلومات للتعديل أو التحريف بسبب طول العملية التي تجري فيها هذه الاتصالات إذن الحجم الكبير يعتبر سلبي أو معوق يجب أخذ الاحتياط في عملية نقل المعلومات في المنظمات الكبيرة هناك الفروق الفردية ما معنى الفروق الفردية؟ اختلاف الناس اختلاف اتجاهاتهم تقاليدهم عاداتهم طموحهم تفكيرهم له أثر كبير في تفاوت الإدراق والفهم ووزنهم للأمور في بعض الناس مجرد ما أعطيته فكرة معينة رسالة معينة يفهمها على طول في بعض الناس تحتاج إلى كراءة تلك الأفكار مرة ومرتين وثلاثة حتى تصل المعلومة بالشكل الصحيح إذن المعلومات هي هي لكن اختلاف طريقة التفكير والميول والإدراق يختلف ما بين الناس هناك فروق فردية نحن نعلم أن هناك عادات مكتسبة أفكار مكتسبة إلى آخره فهناك فروق بين الأشخاص بين الأفراد هذا يعتبر معوق يجب أن نراعي تلك الأمور الفروق الفردية يجب أن تراعي أو تراعى من قبل الرئيس أيضا هناك معوقات نفسية معوقات نفسية نحن نعلم أن تدفق المعلومات ما بين الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية أو ما بين الرئيس والمرؤوس يحددها درجة استعداد الرئيس لتقبل أو رفض آراء وأفكار مرؤوسية هناك بعض الأفكار تطرح من قبل المرؤوسين إلى الرئيس في اتصال صاعد إدارة تنفيذية وسطى ثم عليا أحيانا بعض المرؤوسين يبعته في أمور لا يتقبلها الرئيس طبعا هذا يعتبر من المعوقات أن الاستخفاف والاستهزاء بأراء المرؤوسين يؤثر سلبا لذلك على الرئيس أنه يتقبل أراء وأفكار المرؤوسين يشجعهم على إبداء الرأي والاقتراح لأن ذلك يساعد في عملية تحقيق أهداف المنظمة فالرئيس يحقق أهدافهم من خلال مرؤوسية يجب أن يكون هناك عملية الإدارة بالأهداف نشعر المرؤوسين بأنهم جزء من المنظمة وتحقيق أهداف المنظمة معناه هو تحقيق لأهدافهم من المعوقات الأخرى اللي هي الإفراد في عملية الاتصال ما هو الإفراد؟ الإفراد في الشيء هو الزيادة الزيادة الغير المستحبة إذن عملية الإفراد في الاتصال عن القدر المناسب يؤدي إلى إعاقة عملية الاتصال هو إعاقة عملية الاتصال الزياد غير جيد لأنه يشكل ذلك عبع على الطرف الثاني فقد يكون استعابه محدود أو قدرته أو طاقته الاستعابية محدودة لذلك الاعتدال في أي شيء جيد لذلك يجب أن نعتدل في عملية الاتصال واستخدام عملية الاتصال بطريقة مدروسة منظمة حيث يعطي ذلك أهمية العملية الاتصال ويحقق الهدف من عملية الاتصال في تلقي المعلومات في إرسال المعلومات في استقبال المعلومات فعملية الاتصال يجب أن تكون عملية معقولة ولا داعي للإفراد في عملية الاتصال